بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات صف الثالث من مرحلة التعليم الفني أهلا وسهلا بكم نستكمل معا ما بدأناه من حلقات شرحنا فيها قبل ذلك دروس النحو واليوم إن شاء الله هنتكلم عن الأدب والنصوص أول حاجة عندنا إن شاء الله في الأدب هنتكلم عن الأدب أو النسر في العصر الحديث طبعا أنتم عارفين إن الأدب ينقسم إلى قسمين نسر وشعر إحنا هنتكلم في درس النهاردة أو هنراجع مع بعض النسر في العصر الحديث أول سؤال عندي أو أول نقطة سوف أتطرق لها لم تقتصر نهضة الأدب في العصر الحديث على الشعر وحده بل تعدته إلى النسر وضح ذلك نشوف مع بعض خرج النسر عن الموضوعات التافهة الركيكة اتنين تخلى عن المحسنات البديعية المتكلفة يعني بقى فيه نوع من الترسل السؤال بعد كده أذكر عددا من رواد النسر في العصر الحديث اللي كان ليهم دور كبير في تطوير النسر في العصر الحديث عندي رفاعة طعطاوي علي مبارك الشيخ محمد عبدو عبدالله النديم مصفى لطفي المنفلوطي هؤلاء الناس كان ليهم دور كبير جدا في النقلة اللي حدثت للأدب في العصر الحديث عندي بعد كده بنقول أكمل ظهر بعد المنفلوطي مدرستان في النسر هما مدرسة المحافظين ومدرسة المجددين عندي مدرسين في النسر مدرسة اسمها مدرسة المحافظين ومدرسة اسمها مدرسة المجددين سؤال بعد كده ما خصائص مدرسة المحافظين ومن أهم روادها خصائص مدرسة المحافظين تناولت الموضوعات العربية والإسلامية والاجتماعية العبارات كانت عبارات جميلة والصياغة كانت صياغة جيدة الإكثار من المترادفات أهم روادها الرفعي مصفى صادق الرفعي وعبد العزيز المشري لو تكلمنا بعد كده عن مدرسة المجددين وحنسأل نفس السؤال ما خصائص مدرسة المجددين ومن أهم روادها خصائص مدرسة المجددين الاهتمام بالموضوعات السياسية والاجتماعية الوضوح والدقة والترسل غلبت الاتجاه الفكري المتأثر بالغرب لأن معظمهم كان لهم علاقة بالثقافة الغربية سواء بعضهم درس هناك في أوروبا أو بعضهم كان بيجيد اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والطلع على الأدب الغربي بلغته ثلاثة الميل إلى السهولة والتحليل والتبسيط الأسلوب عندهم كان أسلوب فيه شيء من السهولة أهم روادها أحمد أمين طاعة حسين عباس محمود العقاد توفيق الحكيم بعد كده هندخل على المقال الأدب ليه أكتر من نوع إحنا ممكن ندرسه أو النثر تعديدا أكتر من نوع ممكن ندرسه يعني ممكن عندنا الخطابة وعندنا المقامة وعندنا أكتر من حاجة الوصية والمثل والحكمة كل دي أمور إحنا بندرسها في الأدب ولكن في منهج السنة دي إن شاء الله هندرس فن المقال السؤال اللي عندنا أولا أعرف المقال مبينا أنواعه أعرف المقال مبينا أنواعه تعريف المقال المقال عبارة عن بحث قصير بحث قصير في موضوعاته متعددة سواء في الاجتماع أو في السياسة أو في الأدب أو في العلم هذا المقال ينشر في صحيفة أو ينشر في مجلة أهم أنواعه عندي النوع الأولاني اسمه مقال قصير المقال القصير ده ممكن نسميه الخاطرة وممكن نسميه العمود الصحفي اللي بيقرى جرايد بيطلع فيها بيجد إن فيه كتاب للعمود الصحفي المقالة بتبقى صغيرة ومراعية لأبجديات الكتابة الصحفية عندي النوع الثاني المقال الطويل المقال الطويل صفحاته تكون ما بين صفحتين إلى عشر صفحات وبيتكوى من مقدمة وموضوع وخاتمة بعد كده هنعمل مقارنة بين المقال القصير والمقال الطويل المقارنة هتكون من حيث سمات كل منهما يعني صفحت المقال القصير إيه وصفحت المقال الطويل إيه ومين أهم كتاب المقال القصير ومين أهم كتاب المقال الطوين المقال القصير أهم سماته أنه بيتناول فكرة واحدة وأنه نظر أنه بيتنشر في الصحيفة أو في مجلة العبارات لازم تكون سهلة لأنه أنت تخاطب مجموعات مختلفة من المتلقين لازم يبقى فيه نوع من التركيز ولازم يبقى فيه نوع من التشويق اللغة لغة حية ولغة سهلة يبقى قلنا أن المقال القصير من سماته تناول فكرة واحدة سهولة العبارة التركيز والتشويق اللغة حية وسهلة وضوح الأسلوب نشوف المقال الطويل من سمات المقال الطويل العرض الشائق العرض الشائق على فكرة إحدى السمات اللي يعني المفروض تبقى موجودة في المقال عموما لأن العرض بتاع الكاتب إلا بيكون شيء أفقد المتلقي لابد من جذب المتلقي لابد من إثاء استصارة المتلقي حتى يقبل على ما أكتبه يبقى العرض الشائق اتنين الإقناع والإمتاع تلاتة سهولة اللغة ووضوحها أربعة إن الأفكال لابد إنها تكون مترابطة لو جينا نتكلم عن الجزئية التانية من السؤال مين هم أهم كتاب المقال القصير في العص الحديث نبقى مجرد ما هنسمع أسمائهم ربما بعضنا أرى لهم كتب أو أرى بعض هذه المقالات يعني مثلا عندي الأستاذ مصفى أميم كان لي مقالة اسمها فكرة أستاذ صلاح منتصر مجرد رأي أنيس منصور مقالته اسمها مواقف ده نموذج لأسماء أهم كتاب المقال القصير وكمان عنوان المقالة نفسها طب أهم كتاب المقال الطويل مين عندي أحمد أمين طا حسين إبراهيم عبد القادر المزني أستاذ دكتور محمد حسين هيكل بعد كده المقال لي أقسام وبقسم المقال من حيث المضمون ومن حيث الشكل الأول هتكلم عن أقسام المقال من حيث المضمون المقال بيختلف حسب من حيث المضمون حسب طبيعة الموضوع يعني الكاتب إذا كان بيعالج موضوع سياسي أكيد تناوله وحيختلف عن الموضوع الاجتماعي عن الموضوع الديني كمان بيختلف حسب شخصية الكاتب وثقافته بيختلف حسب وسيلة النشر المقال لو معروض في مجلة بيختلف عن المقال المعروض في جريدة أو صحيفة بعد كده هنتكلم عن أقسام المقال من حيث المضمون عندي مقال أدبي عندي مقال علمي عندي مقال علمي متأدب يبقى مقال أدبي مقال علمي مقال علمي متأدب طب عايزين نعرف الفرق بين هذه الأنواع التلاتة إيه الفرق بين المقال الأدبي وإيه الفرق بين المقال العلمي وإيه الفرق بينهم وبين المقال العلمي المتأدب السؤال ما سمات كل من المقال الأدبي المقال العلمي المقال العلمي المتأدب المقال الأدبي سماته اختيار العبارات والألفاظ وحناخد نموذج ليه اللي هو نص احترام المرأة وحلاحظ فيه ان الكاتب يميل الى جمال الاسلوب والتطوير والتصوير الايقاع الموسيقي المؤثر مزج الفكرة بالاحساس استخدام الخيال كل هذه السمات وكل هذه الصفات بتظهر لما بنعرض لمقال أدبي طيب المقال العلمي سماته ايه؟ المقال العلمي بيعرض للموضوع بطريقة علمية خل من الخيال بيعرض للفكرة مباشرة انا لو بكتب فيه موضوع علمي موضوع في الفيزياء او موضوع في الكيميام او الرياضة اذا لغتي وعبارتي بتكون لغة علمية بحتة دقيقة خالية من الخيال طيب بعد ما عرضنا سمات المقال الأدبي وعرضنا سمات المقال العلمي نقدر نفهم ان المقال العلمي المتأدب هو خليط من الاتنين من النوعين السابقين يعني بنلجأ فيه الى ابراز الحقائق في صورة جذابة والتجديد والدقة في صياغة العبارة والجمل التي تكتب ابراز الحقائق انا بتعرض لحقائق وفي نفس الوقت يتم صياغتها في جمل دقيقة بعد كده عايزين نتكلم عن الخصائص العامة للمقال المقال اي مقال فيه مجموعة من الخصائص العامة ايه هي اول حاجة التكوين الفني وده لابد ان الافكار عن طريق ترابط الافكار وانسجامها الاقناع انا قبل كده ان انا ككاتب لابد ان اقنع المتلقي بالفكرة التي اقوم بعرضها عليه في مقالي وده بيكون عن طريق سلامة الافكار افكار سليمة متربطة دقيقة واضحة يبقى الاقناع عن طريق سلامة الافكار ودقتها ووضحها ثلاثة الامتاع وده بيكون عن طريق العرض الشائق الذي يجذب القارئ ويؤثر فيه الاقناع والامتاع بعد كده القصر اتفقنا ان المقال بنوعيه يتسم بالقصر سواء كان مقال قصير او كان مقال طويل الاثنين بيتصفوا بالقصر بان المقال يتجاوز بضع صفحات لانه لو بقى اكتر من عدد الصفحات اللي احنا حددناها هيبقى بحث او كتاب هينتقل من صفة كونه مقالا الى صفة كونه بحثا او مقال يوانا عندي لحد الوقت قلت اربع صفات التكوين الفني الاقناع الامتاع القصر الصفة خمسة النثرية كونه نثر المقال لابد ان يكتب نثرا المقال فن نثري وليس شعرا لغلبة التفكير عليه نمرت ستة الذاتية الذاتية يعني لابد ان تظهر فيه شخصية الاديب او شخصية الكاتب وتظهر عاطفته ويظهر رأيه الشخصي رقم سبعة اسلوب المقال متنوع تبعا لشخصية كاتبه كما اشرنا من قبل وتبعا لوسيلة النشر المقال المنشور في جريدة بيختلف عن المقال المنشور في مجلة او المنشور في وسيلة اخرى من وسائل النشر بعد كده هناك مجموعة من السمات العامة او الصفات العامة الاسلوبية التي تشترك فيها جميع المقالات السؤال هنا بيقول تشترك المقالات جميعا في مجموعة من السمات الادبية وضع ذلك واحد يعني كل انواع المقال من حيث الشكل ومن حيث المضمون اللي احنا تكلمنا عنها منذ قليل بتشترك في هذه السمات وضوح الاسلوب وضوح الاسلوب بيتحقق بالبعد عن الالفاظ الغريبة اجيب الفاظ يمكن فهمها بسهولة البعد عن الالفاظ العامية المبتذلة البعد عن المجازات او التصوير الادبي الغامض لازم الصور الادبية او مجازات الادبية اللي انا بجيبها تكون مفهومة واضحة يبقى وضوح الاسلوب بالبعد عن الالفاظ الغريبة والالفاظ العامية المبتذلة والبعد عن المجازات الغامضة اتنين قوة الاسلوب وقوة الاسلوب بتتحقق بعدة امور اول حاجة خلوه من تنافر الحروف يعني ايه خلوه من تنافر الحروف يعني ما جيبش حروف مخارجها متقاربة ما جيبش حروف مخارجها ايه متقاربة او أكرر حرف اكتر من مرة فيه الكلمة فيوجد صعوبة في نطق الكلمة وفي تلقيها لدى المتلقي اثناء القراءة او اثناء الاستماع كمان البعد عن الحشو والتطويل احنا اتفقنا منذ قليل ان من سمات المقال القصر يبقى لا بد ما يكونش فيه تطويل ما يكونش فيه عبارات غير موضعة ما يكونش فيه عبارات زائدة وضوح الاسلوب وقوة الاسلوب دول سمتين او شرطين بتشترك فيها المقالات جميعا تالت حاجة جمال الاسلوب جمال الاسلوب يتحقق باختيار الالفاظ الملائمة للمعنى والصور الملائمة ايضا اختار لفظ ملائم ومعبر بدقة عن المعنى الذي اريده ومحسنات غير متكلفة المحسن البديعي غير المتكلف هو الذي يتطلبه السياق سياق النص او سياق المقال يتطلب ان يكون فيه هنا سجع يتطلب ان يكون هنا مثلا فيه صورة بلاغية معينة يبقى انا بعد هنا عن المحسنات البديعية غير المتكلفة ودي احدى سمات المقال في العصر الحديث يبقى انا عندي ثلاث سمات قلنا وضوح الاسلوب قوة الاسلوب جمال الاسلوب طيب الكلام اللي احنا قلناه عن المقال عايزين نطبقه على نص والنص اللي موجود معانا هو نص احترام المرأة للاستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي الاستاذ المنفلوطي هو رائد من رواد النثر في العصر الحديث والاستاذ المنفلوطي زي قلنا اسمه من ضمن الاسماء اللي احنا قلنا انها كانت رواد النثر وعملت نقلة للنثر في العصر الحديث نقلوا من الموضوعات التافهة المتكلفة المحسنات البديعية المتكلفة الى امر اخر او الى مرحلة اخرى تأثر به بعد كده كثير من الكتاب وخطوا بالمقال وبفن النثر عموما بعده خطوات كثيرة استاذ المنفلوطي قلنا ان عندنا مقال اسمه احترام المرأة الجزء الاولاني من المقال حقراب سرعة ونفعمه يقول نعم ان الرجال قوامون على النساء كما يقول الله تعالى في كتابه العزيز ولكن المرأة عماد الرجل وملاك امره وسر حياته من صرخة الوضع الى انت النزع استاذ المنفلوطي هنا البداية حنوضح بعض معاني المفردات عندي كلمة قوامون كلمة قوام يعني لهم الولاية والرعاية ومفردها قوام عماد المقصوب بها سند والجمع اعمدة او عمد ملاك يعني ملاك الامر يعني خلاصته صرخة الوضع المقصوب بها لحظة الميلاد انت النزع المقصوب بها تأوه الاحضار الكاتب هنا في الجزء اللي احنا قلناه عايز يوضح ان المرأة شريك للرجل دورها مهم يكمل دور الرجل المرأة هي الام المرأة هي الزوجة المرأة هي الابنة هي الاخت دورها مرتبط بالرجل وبحياته من لحظة الميلاد الى لحظة الاحتضار ده اللي الاستاذ المنفلوطي عايز يوضحولي في القطعة الاولانية طيب بعد ما ظاهر الجمال عندي هسأل سؤال واقول ما الجمال في العبارات الاتية اول عبارة عندي بتقول نعم ان الرجال قوامون ايه الجمال في العبارة ده هي براعة استهلال يعني ايه براعة استهلال الكاتب يعني حسن مدخل الكاتب كأن احدا يسأله سؤالا فهو يجيب على هذا السؤال بقول ايه نعم ان الرجال قوامون على النساء الهدف منه ايه ان الكاتب عايز يخرج نفسه من جدلية المقارنة اللي ممكن تحصل بين دور الرجل وبين دور المرأة انه ممكن حد يقول لا ده دور الرجل اهم لا دور المرأة اهم لا انا مهمنيش هذه النقطة انا اود ان الفت النظر الى طبيعة العلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة يبقى براعة الاستهلال هنا الهدف منها الخروج من جدل المقارنة اللي ممكن تحدث الى الهدف الاساسي وهو لفت النظر الى طبيعة التكامل بين الرجل وبين المرأة طيب ايه تاني عندي بيقول لي المرأة عماده الرجل ملاك امره سر حياته ما الجمال في هذه العبارات دي مجموعة من التشبيهات شبه المرأة بانها سند للرجل وانها الاساس بالنسبة للرجل وانها سر نجاح وانها سر حياته يبهن مجموعة من التشبيهات وهذه التشبيهات الهدف منها انه يوضح الفكرة سؤال تاني بيقول لي عايزين هنا نختار من متعدد تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين من صرخة الوضع الى انت النزل هل استعارة تصريحية ولا تشبيه ولا كناية الاجابة هي كناية عن التواصل المستمر لدور المرأة كناية عن التواصل المستمر لدور المرأة فدور المرأة يبدأ مع الانسان منذ ميلاده ويظل مستمرا حتى لحظة وفاته سر جمال الكناية هنا الاتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل السؤال اللي بعد كده او القطعة اللي بعد كده عندي بتقول ده دي الفقرة التانية الفقرة التانية حيبتلي يدخل معايا في الموضوع بيقول لا يستطيعوا او حيبتلي يفصل دور المرأة ويوضح هذا الدور بيقول لي لا يستطيعوا الاب ان يحمل بين جانحتيه لطفله الصغير عواطف الام فهي التي تحوطه برعايتها ورعايتها وتبسط عليه جناح رحمتها ورأفتها وتسكب قلبها في قلبه حتى يستحيل الى قلب واحد يخفق خفوقا واحدا ويشعر بشعور واحد وهي التي تسهر عليه ليلها وتكلأه نهارها وتحتمل جميع آلام الحياة وارزائها في سبيله غير شاكية ولا متبرمة بل تزداد شغفا به وإيثارا له وضنا بحياته بمقدار ما تبذل من الجهود في سبيل تربيته ولو شيت أن أقول لقلت إن المرأة إن سر الحياة الإنسانية وينبوعها وكوكبها الأعلى الذي تنبعث منه جميع أشاعتها ينحصر في كلمة واحدة هي قلب الأم إذن هذه هي الفقرة الثانية من النص حنتعرض برضو في البداية لبعض معاني المفردات قبل أن نتعرض لأسئلة حول هذه الفقرة كلمة جانحتي المقصوب بها جوانب الصدر المفرد جانح عواطف مشاعر والمفرد عاطفة تحوطه بعنايتها المقصوب بها تشمله برعايتها والمضاد تهمله تبسط تنشر أو تمد والمضاد تقبض رأفتها حننها والمضاد قسوتها تسكب يعني تسكب يخفق ينبض والمضاد يسكد تكلأه تحفظه والمضاد تهمله أرزاؤها أرزاؤها مصائب والمفرد رز متبرمة متضايقة والمضاد راضية شغفا حبا والمضاد كرها إيثارا تفضيلا والمضاد أثرا ضنا بخلا والمضاد بذلا ينبوعها المقصود هنا مصدر الحياة والجمع ينابئ بعد كده سؤال الأم هي مصدر الحياة وسرها وضح ذلك في ضوء فهمك للقطعة السابقة هنا حضراتكم هنوضح أن الأم لها دور مهم جدا لا يستطيع أحد أن ينكره ولا يستطيع أحد أن يجحده ولا يستطيع في نفس الوقت أن يقوم به غيرها حتى الأب لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور وهنا لابد من توضيح نقطة مهمة أن لكل دوره للأب دوره وللأم دورها الذي يجيده ويؤديه في سبيل تربية الإبن لكل من الأب دوره الذي الأب والأم دوره الذي يجيده ويؤديه في سبيل تربية الإبن ولكن إحنا هنا هنوضح الجزء اللي اختصت أو الكاتب هنا أراد أن يشير وأن يؤكد إلى الدور الذي اختصت به الأم ولا يستطيع أن يقوم به أحد غيرها حتى الأب الأم هي مصدر العطف ومصدر الرعاية ومصدر الحنان بالنسبة لابنها هي بتحوط ابنها بكل هذه المشاعر بدون أي تقصير بتصهر عليه في ليله وترعاه في نهاره تتحمل عنه مصاعب الحياة وآلامها وهنا السؤال حالتها النفسية إيه وهي تتحمل ذلك هل هي متضايقة الإجابة لا الأم هنا تتحمل مصاعب الحياة وآلامها عن ابنها وهي سعيدة راضية لا تشكو ولا تتألم يزداد حبها لابنها كلما ازداد بزلها في سبيله عملية طردية كلما ازداد بزل الأم وعطاء الأم لابنها كلما ازداد سعادتها مهما كان في هذا العطاء من ألم أو مصاعب إلا أنها تكون سعيدة لأنها تبزل ذلك في سبيل رعاية ابنها لينتهي الكاتب بنا إلى حقيقة مهمة يقررها ما هذه الحقيقة الحقيقة هي أن الأم هي مصدر الحياة وهي ينبوع الحياة وأن الحياة لها مصدر واحد هو قلب الأم لو انتقلنا بعد كده إلى بعض مظاهر الجمال اللي موجودة في هذا النص السؤال بيقول وضح الجمال في التعبيرات الآتية تعبير الأولاني تحوطه بعنايتها الإجابة استعارة مكنية صور عناية الأم كأنها صور يحيط بابنها ليحميه ويقيه وسر الجمال التكسيم لأن أنا لو صورت في الاستعارة المكنية لو كان التصوير بإنسان بقول التشخيص التصوير بغير الإنسان بقول التكسيم هنا صور العناية الأم كأنها صور محيط بابنها من أجل حمايته ومن أجل وقايته سر الجمال التكسيم سؤال بعد كده تبسط عليه جناح رحمتها تبسط عليه جناح رحمتها صورة جديدة برضو هنضح أو بنسأل إيه الجمال فيها الجمال تشبيه شبه الأم أو رحمة الأم وحننها بالجناعة أنا لو رجعت للمثال الأولاني وحأشير إشارة سريعة كده إلى الاستعارة المكنية لأن الاستعارة المكنية من أكتر الصور الجمالية اللي ممكن تظهر عندنا أثناء دراستنا للنصوص الاستعارة المكنية التشبيه عموما الأول التشبيه أقل أركان ليه أن بيكون موجود المشبه وموجود المشبه به ما أقدرش أحزف ركن منهم ولكن لما أحزف ركن من المشبه أو المشبه به بخرج من دائرة التشبيه إلى دائرة الاستعارة بركنيها الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية الاستعارة التصريحية بحزف المشبه وأصرح بالمشبه به الاستعارة المكنية بحزف المشبه به بصرح بالمشبه وبحذف المشبه به وبعرف المشبه به بان انا باذكر صفة من صفاته او صورة من صوره يعني انا عندما اقول البحر يضحك البحر يضحك هقول هنا استعارة مكنية صور البحر كأنه انسان هنا السؤال يطرح علي طب من اين جئت بكلمة انسان قلت ليه انسان اقول ان انا عندي صفة من صفات الانسان موجودة في المثال اللي انا قلته البحر يضحك فاضحك صفة من صفات الانسان عشان كده اقول شبهه بانسان يبقى انا حذفت المشبه به اللي هو الانسان وجبت صفة من صفاته اللي هو الضحك سن الجمال هنا التشقيص لو رجعت للمثال اللي موجود معايا فيه النص اللي هو بيقول تحوطه بعنايتها هلقيني بقول استعارة مكنية لشبه عناية الام بالصور طبعا ليه قلت الصور اللي هو المشبه به ليه قلت الصور لامن الصور من صفاته الاحاطة والصور بيحيط بالشيء من اجل ايه من اجل حمايته عشان كده انا قلت استعارة مكنية صورها اه او شبه هنا هو بيء الصور من اجل ايه اه BBQ층 من اجل ايه اه انه يبين ان اه انانه Wrestle بتحمي ابناها وبتقي ه من كل سوء وزر الجمال هنا التكسيم الان التصويق او التشبيه هنا كان او المشبه به كان غير عاقل او مش انسان عموما هنجي بعد كده بيقول لي تسكبوا قلبها في قلبي تسكبوا قلبها في قلبي هنا عن طبق اللي احنا لسه شرعينه انا عشان كده تطرقت الى الاستعارة المكنية حلاقي هنا بقول استعارة مكنية صور قلب الام كأنه سائل كأنه سائل وسر الجمال هنا لايه التكسيم استعارة مكنية صور قلب الام كأنه سائل وسر جمالها التكسيم بعد كده عندي بنقول تخيل الاجابة الصحيحة مما بين القوسين السؤال الاولاني كلمة ليلها ونهارها بينهما ترادف ولا تقابل ولا طباق الاجابة طباق لان الترادف بيكون كلمتين بنفس المعنى بيكون الهدف التوكيد التقابل بيكون بين معنيين او بين جملتين الطباق بيكون بين كلمتين السؤال اللي بعد كده الأفعال المضارعة تبذل تسهر تكلقه تحتمل تبذل بتفيد تجدد والاستمرار ولا التحقق والثبوت ولا التعليل الاجابة بتفيد التجدد والاستمرار دايما الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار لو كان الفعل ماضي بتقول بيفيد التحقق والثبوت لو كان الفعل أمر بيختلف على حسب مراد الكاتب يعني مرة بيبقى النصح والإرشاد مرة بيبقى الإلزام مرة بيبقى يعني على حسب ما الكاتب أو حسب المعنى الذي يريد الكاتب التعبير عنه الجزء الأخير من النص بيقول لا يستطيع الرجل أن يكون رجلا حتى يجد إلى جانبه زوجة تبعث في نفسه روح الشجاعة والهمة وتغرس في قلبه كبرياء التبعه وعظمتها وحسب المرء أن يعلم أنه سيد وأن رعية كبيرة أو صغيرة تضع ثقتها فيه وتستضل بظل حمايته ورعايته وتعتمد في شؤون حياتها عليه حتى يصعر بحاجته إلى استكمال جميع صفات السيد ومزاياه في نفسه فلا يزال يعالج ذلك من نفسه ويأخذها به أخذا حتى يتم له ما يريد بعض معاني المفردات عندي كلمة الهمة معناها الإرادة أو العزيمة والجمع الهمة التبعه يعني المسئولية لجمع التبعات حسب يعني يكفي مزاياه صفاته والمفرد مزية المرء الشخص والجمع رجال وكلمة المرء هنا من الكلمات التي ليس لها جمع من لفظها عندي بعض الكلمات في اللغة العربية ملهاش جمع من لفظها زي كلمة امرأة كلمة امرأة جمعها نساء أو جمعها رجال كلمة مرء جمعها هنا رجال وليس لها جمع من لفظها كلمة رعية المقصوب بها عامة الناس والجمع رعاية السؤال على الفقرة السابقة للمرأة دور مهم في حياة الرجل وضح ذلك في ضوء فهمك للقطعة السابقة سنقول أن الرجل وده تأكيد على ما بدأنا به النص أن دور الرجل ودور المرأة يكمل بعضه بعضا فهنقول أن الرجل لا يستطيع أن يواجه الحياة دون أن تكون بجواره زوجة تعينه على مواجهة تبيعات الحياة مسئوليات الحياة وصعاب الحياة وشدائد الحياة محتاج سند بجواره يعينه تبعث في قلبه الشجاعة وتحفزه على التقدم والنجاح ويجب على الرجل أن يستكمل جميع الأدوات التي تجعله قادرا على تحمل مسئولية أسرة تستظل بظله بعد كده ما الجمال في التعبيرات الأدوات تغرس في قلبه كبرياء التابعة وعظمتها الإجابة السعارة مكنية طبق عليها اللي شرحناه منذ قليل هنا صور الكبرياء كأنه زرع طيب أنت من أين جئت بكلمة زرع جئت بها من كلمة تغرس ففهمت هنا أن الكبرياء هو بيشبهه بالزرع الذي يغرس وسر جمالها التكسيم بعد كده تستظل بظل حمايته ورعايته دي العبارة ده هي تشبيه شبه الحماية حماية الرجل لأسرته ورعاية الرجل لأسرته كأنها ظل تستظل به الأسرة والتشبيه كنت أشرت إليه التشبيه ليه أنواع منها تشبيه مفصل وتشبيه ضمني وآخره وعندنا نوع من أنواع التشبيه اللي هو التشبيه البليغ مثل الأمثلة اللي بتبقى موجودة معنا وقلت إن الفرق ما بين التشبيه وما بين الاستعارة المكنية إن التشبيه في حده الأدنى لابد أن يوجد فيه المشبه والمشبه به لازم يكون موجودين ويشايفهم قدامي في الفقر أو في القطع أو في العبارة إلا أنا بطلب الجمال منها إنما الاستعارة بنوعية بحذف أحد رقناي التشبيه ولذلك بعض الناس لما يجي يعرفوا الاستعارة يقول لحضرتك إيه الاستعارة تشبيه فقد أحد طرفيه بعد كده بنكون كده إحنا انتهينا من شرح النص وأعطينا بيه مثال على المقال الأدبي اللي هو أحد أنواع المقال أنا قلت عندي مقال أدبي ومقال علمي ومقال علمي متأدب أنا هنا أعطيت مثال على المقال الأدبي هتلاحظوا فيه إن الكاتب عبارته جميلة وإن الكاتب بيجنح إلى الخيال والمحسنات البديعية غير المتكلفة يعني كل سمات المقال الأدبي من الممكن أن تطبقها على نص الأستاذ المنفلوطي عندي بعد كده التعليق على النص ودي مجموعة من الأسئلة من الممكن أنك تسأل فيها داخل النص يعني أنا بجيب سؤال عن النص وبسأل عن معاني المفردات الكلمة ومعناها ومضادها وبسأل حوالين مضمون النص أو مضمون الفقرة اللي موجودة قدامي وبسأل حوالين صور الجمال أو مظاهر الجمال وبسأل حوالين أو سؤال عن النص نفسه عن التعليق الجانب الأدبي أو التعليق عن النص أول سؤال عندي هنا بقول تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين النص السابق اللي احنا شرحناه اللي هو نص الأستاذ المنفلوطي احتلام المرأة مقال متفقين أنه هو مقال مقال فلسفي ولا ديني ولا مقال اجتماعي الإجابة مقال مقال اجتماعي لأنه هو هنا بيناقش فكرة اجتماعية بيناقش فكرة اجتماعية العلاقة ما بين الرجل وما بين المرأة اسلوب النص اسلوب أدبي ولا اسلوب علمي ولا اسلوب علمي متأدب اسلوب النص اسلوب أدبي وانا قدمت لذلك منذ قليل الكاتب فيه صور جمالية كثيرة يغلب عليه الخيال عاطفة الكاتب ظاهرة وبشدة كل ده يرشح لنا ان احنا نقول ان اسلوب النص اسلوب أدبي بعد كده سؤال بيقول لي علل ميل الكاتب الى الاطناب يعني الاطناب الاطناب يعني ان الكاتب بيميل الى التطويل او انه بيؤكد على كلامه باكثر من عبارة او باكثر من شكل بيجيب مترادفات كتيرة بيكرر العبارات الكاتب هنا بيميل في النص الى الاطناب ايه السبب السبب توضيح فكرته الكاتب يود ان يوضع فكرته من اجل ذلك بتجده بيعيد المعنى باكثر من صورة وباكثر من شكل حتى يتأكد له انه ايه انه اعطى المعنى الذي يريده حقه وانه تمكن من قارئه وانه تمكن من ايصال الفكرة الى القارئ سؤال بعد كده علل برضه ميل او مال الكاتب الى استخدام الجمل التعليلية ليه لتوضيح فكرته وتصحيح الفهم الخاطئ عن القوامة لانه هو شايف ان بعض الناس يفهمون القوامة فهم خاطئ فاراد ان يصحح هذا الفهم عن طريق استخدام الجمل التعليلية سؤال التعليق او جزئة التعليق اللي موجودة في الكتاب مهمة جدا وينبغي علينا ان احنا نقرأها بعناية شديدة جدا لان زي ما قلت لحضراتكم هي محل سؤال في الامتحان سؤال اللي بعد كده تنوعت مصادر الموسيقى في النص وضح ذلك الموسيقى في النص بتكون عبارة عن عموما يعني الموسيقى بتبقى ياما موسيقى خارجية او موسيقى داخلية الموسيقى الخارجية بتكون في سواء كان بقى نص شعري او نص أدبي بتكون في استخدام المحسنات البديعية واللي هي مثلا نص نسري السجع والازدواج وغير ذلك ده بيعطي جرسا موسيقية ونغما موسيقيا بتجذب المتلقي وتثير زهنه والموسيقى الداخلية بتكون عن طريق حسن اختيار العبارات المناسبة اختيار العبارات المناسبة كل عبارة بتكون في موضعها توحي بالمعنى الذي يريده الكاتب مع جزالة وسهولة وسلاسة في العرض هنا مصادر الموسيقى في النص عندي متنوعة ايه زي باول حاجة تنبع الموسيقى في النص من السجع غير المتكلف السجع غير المتكلف وكلمة غير المتكلف دي كلمة اوزا عرف عندنا كذا مرة واحنا بنشرح المقصوب بيها المقصوب بيها ان الكاتب عندما يلجأ الى السجع بيكون العبار او المعنى يستدعيه المعنى يستدعي هذا السجع هو لم يقصد الى ذلك قصدا ولم يريده ارادة وانما جاء عفو الخاطر لان المعنى يريده ودي احدى الامور التي حصلت وخلتنا قلنا ان فيه تطوير حصل فيه النسر فيه العصر الحديث اللي حصل ان قبل كده في الفترة اللي قبلها كانوا يقصدون الى السجع ويتكلفونه وتجد حضرتك ان كلمة موجودة في مكانها تجد تنظر الى معنى لا تجد لها اي معنى في سياقها الا ان الكاتب جايبها عشان يوزن السجع بتاعه او يوزن الازدواج فالموسيقى عندي هنا السجع غير متكلف يعني لما لأي مثلا الاستاذ المنفلوطي بيقول لي تسهر عليه ليلها وتكلأه نهارها المعنى يستدعي ذلك المعنى يستدعي ذلك وجملة في مقابل جملة وكلمة في مقابل كلمة لكي ايه لكي توضح المعنى تقطيع الجمل تقطيعا متوازنا اللي هو بيسموه الازدواج الأستاذ المنفلوطي بيلجأ الى الازدواج هنا والازدواج من الأسباب التي تعطي الموسيقى فمثلا لما يقول لي المرأة عماده الرجل ملاك أمره سر حياته بأجد ان الكاتب هنا لجأ الى ذلك لكي يعطي برضو فيها نغمة موسيقية ولكن الجمل تحسها انها قد بعضيها بالزرط فده بيعطي نغمة موسيقية بيعطي جرس موسيقي بعد كده عندي سؤال ما سمات اسلوب الأستاذ المنفلوطي المنفلوطي زي ما اتفقنا هو رائد من رواد تطوير النثر في العصر الحديث من صفات اسلوب المنفلوطي رقة التعبير انا عايز حضرتك تاخد الحجاب ده هي اللي احنا هنقول او الخمس نقاط دول وتطبقهم على النص هللاحظ ان تعبيرات الاستاذ المنفلوطي تعبيرات رقيقة سهلة جميلة محسنات البديعية غير متكلفة وشرحنا المقصود بكلمة غير متكلفة اتنين عرض الافكار باسلوب جذاب هتلاحظ حضرتك ان الاستاذ المنفلوطي افكار مرتبة يعني بدع في اول النص بدفع الظن الذي يمكن ان يكون موجودا في ذهن او في عقل المتلقي من ان للرجل افضلية على المرأة الرجل له دوره والمرأة لها دورها كل يقوم به من اجل تربية الابن ثم انتقل بعد ذلك الى بيان انا بتكلم هنا عن عرض الافكار باسلوب جذاب منها ان الافكار متربطة كل فكرة تسلم لما بعدها ما فيش تنافر ما حسش ان انا وانا بقرأ النص اقول والله ده هو لو جاب الفقرة دي قبل الفقرة دي كان المعنى يكون افضل لا المعنى يسلم بعضه الى بعض هو هنا الاول دفع من الزهن فكرة ان احد الرجل افضل من المرأة وقال ان دور الاثنين متكامل ثم انتقل لبيان دور المرأة او الامور التي تجيدها المرأة انتقاله في سلاسة وفي يسر بعد كده هو انتقل الى اهمية ان الرجل لابد ان يستكمل ادواته علشان او من اجل ان يكون هناك ايه لان هناك اسرة تستظله بظلة لو طبقنا هذا الكلام هنلاقي ان الفكرة التانية موجودة عندنا عرض الافكار باسلوب جذاب ثلاثة استخدام الوام بيانية مبتكرة يعني لما قال مثلا تسكب قلبها في قلبي لما قال تستظله بظل حمايته لما قال تستظل بظل حمايته هنا هو هذه الافكار مبتكرة بالنسبة لي الميل الى الاطناب من اجل من اجل من اجل توضيح الفكرة واخر حاجة عندي استخدام الاسلوب السهل الممتنع مع فصاحة في الالفاظ والفاظه سهلة عمق في المعنى جزالة في التعبير بكده بنقدر نقول ان احنا ربطنا بين موضوعات الادب وبين نص تطبيقي عليها اللي هو نص احترام المرأة وفي الختام ارجو ان اكون قد استوفيت الدرس واتمنى لابنائي وبناتي طلاب الصف الثالث من التعليم الفني التفوق والنجاح شكرا اشتركوا في القناة